موسيقى هل سبق لكم أعزائي الطلاب والطالبات السفر إلى بعض دول العالم هل سبق لكم التحدث مع شخصيات أجنبية اليوم بمشيئة الله سنصحبكم في رحلة طيران حول ست دول من العالم نتعرف من خلال هذه الرحلة على أسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية وأسماء المواطنين الذين يعيشون فيها كيف نقولها باللغة الإنجليزية فهل أنتم مستعدون؟ هيا بنا في هذا الدرس سنتعلم كيف نتحدث عن الدول كيف نتحدث عن الجنسيات كيف نسأل ونجيب عن الدول والجنسيات فهل أنتم مستعدون؟ لنبدأ درسنا ومع الفقرة الأولى في درسنا استمع وكرر كيف نتحدث عن الدول والجنسيات 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 تبدأ بحرف كابتل هذه قاعدة أساسية في اللغة الإنجليزية كيف نتحدث عن الدول والجنسيات بحرف كابتل تدريب بعنوان أكمل الجدول التالي فإذا ظهرت لك الدولة عليك ذكر الجنسية والعكس إذا ظهرت الجنسية عليك ذكر الدولة والآن مع الفقرة الثانية من درسنا بعنوان اقرأ الجمال التالية هذا هو أليكس هو من كندا هو كندي هذا هو بيل هو من أغنية هو أغنية والآن حاول أن تقرأ العبارات عن فايسل والآن قارن ما قرأت بقراءتي الفقرة التالية في درسنا محادثة مصغرة ستطور بين علي وبين بيدرو أرجو منكم التركيز ومعرفة ما هي جنسية علي وما هي جنسية بيدرو علي هاي ايام علي بيدرو هلو ايام بيدرو نايس تي ميكيو علي نايس تي ميكيو ايام فروم ايجيبت ايام بيدرو ايام فروم برازيل والآن من عرف جنسية علي وبيدرو؟ أحسنتم إذا كانت إجابتك أن علي فروم ايجيبت فإجابتك صحيحة إذا كانت إجابتك أن بيدرو فروم برازيل فإجابتك صحيحة ملاحظات لغوية هل لاحظت عزيز الطالب كيف حي علي بيدرو عندما قبله؟ قال له هاي كيف كان رد بيدرو؟ قال هلو تعبير آخر عندما قدم علي نفسه قال ايام علي وعندما قدم بيدرو نفسه قال ايام بيدرو عندما حي علي أيضا بيدرو قال له سعيد بلقائك نايس تي ميتيو نايس تي ميتيو تعبير جميل يمكن أن نستخدمه في حياتنا اليومية عند مقابلة أشخاص جدد نايس تي ميتيو فيرد الطرف الآخر ويقول نايس تي ميتيو تو فإذا حياك أحد وقال لك نايس تي ميتيو تقول له نايس تي ميتيو تو وها نحن الآن قد وصلنا إلى الجزء الأخير من درسنا وهو grammar قاعدة لواوية بعنوان verb to be verb to be في اللغة الإنجليزية فعل يكون أكون نكون تكون وهكذا فهيا نرى كيف سيكون شكل verb to be في زمن المضارع إثباتا ونفيا من أشكال verb to be في المضارع am is and are يمكن أن تختصر am إلى apostrophe m ويمكن أن تختصر is إلى apostrophe s ويمكن أن تختصر are إلى apostrophe re أما verb to be في النفل فيكون أيضا على ثلاثة أشكال am not isn't and aren't وكما شاهدنا في الأمثلة السابقة أن am تأتي دائما مع الفاعل I مثل ما قال I am أحمد I am Pedro is أو isn't تأتي مع الفاعل he she it are أو aren't تأتي مع الفاعل we they and you والآن نستطلع المزيد من الأمثلة على verb to be more examples نايف يتحدث عن نفسه في هذا المثال قائلا I am naif I am saudi I am not canadian لاحظ I am I am not وإلى هواة أفلام الأكشن والكونوفو نذكر هذا المثال فنتحدث عن جاكي ولي قائلين they are jackie and lee they are chinese they aren't english لاحظ they are and they aren't ملحوظة هامة أذكركم بها أحبائي أن nationalities are always singular الجنسيات دائما مفرد في اللغة الإنجليزية أي لا يضاف لها إس في نهايتها مثال they are saudi هذا صحيح ولكن من الخطأ أن نقول they are saudi وهنا تنتهي رحلتنا التي استحبناكم فيها اليوم أحبائي فنصل الآن إلى ملخصا إلى ما تم دراسة في هذا الدرس تحدثنا عن countries ودرسنا فيها ستة دول وتحدثنا عن nationalities ودرسنا ستة جنسيات وتحدثنا في درس الجرامر عن verb to be في الإثبات am is are في النافي am not isn't aren't وفي ختام درسنا نرفق لكم بعض التدريبات تحت عنوان test yourself حتى تختبر مدى استيعابك للدرس ويمكنك إرسال الإجابات حسب ترتيب الأسئلة وحسب الترقيم كتعليق على هذا الفيديو شكرا 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 وشكرا 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 على حسن انتباهكم وإنصاتكم للدرس with my best wishes mister ihab الجوادي